الاخوة والاخوة واصدقاء ومتابعي القناة السلام عليكم ورحمة الله مرحبا والف مرحبا في كبسولة جديدة كنت من نطرقكم قدين تكلموا فيها على فقيد علم الاجتماع القراوي بالمغرب بول باسكون عن الرجل اللي حب مدينة مراكش وأحوزها ودفع لها وعلى أهلها وعلى الفلاحة ديالها حتى تصبح مراكشي قلبا وقالبا جمع ما بين التنظير والبحث الميداني وأضطر عدد لا يستهان به من المفكرين والاقتصاديين المغاربة بحال عزيز بالآل والتهمي الخياري وكرس حياته للبحث والتنقيب في التاريخ الاجتماعي المغرب عموما ومراكش وأحوزها على وجه الخصوص توفى بول باسكون في حديث سير رفقة الباحث أحمد عريف بالقرب من الحدود مع موريطانيا أوائل الثمانينات وكان من الرجل حالي مجتماع وأنتروبولوجيا كبير خبر أسرار سهل الحوز بقبائل العديدة وحوز تنسيف الفلاحي والكتاب دياله بزوج ديال الأجزاء حول هذه المنطقة المغربية وغاية في الأهمية التاريخية والحضارية وكيبقى هذا الكتاب من أهم المراجع نحن في حاجة إلى تعريبه لتعم الفائدة أحبائي حتى نتلقى في كابسولة قادمة إن شاء الله تعالى خالص المحبة والتقدير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر